السلام عليكم إزايكم أخبار جديدة وأخبار مهمة جدا طالع منين؟ طالع من السعودية طالع من أمريكا وطالع من غرب هي لسه عامل فيديو عن قرار السعودية بخفض الإنتاج وهنا أنا بقول السعودية مش أوبك بلس ليه لأن خلي بالك كل الناس عارفة إن القرار طلع من السعودية وإن السعودية هي متحكم الأبرز في أوبك بلس والقرار ده عدس لروسيا طلبته أصلا خب بالك روسيا كان طلبة خفض الإنتاج مليون برميل السعودية قالت لأ 2 مليون برميل حلس؟ فهنا العالم كل واقف والغرب مستغرب جدا من القرار السعودية مش هنا مشكلة وأنا كنت تكلمت ليه السعودية خدت القرار ده الجديد بقى هي أمريكا هترد إزاي؟ خاصة إن النهاردة طلع الدعوات جديدة بفرض عقوبات على السعودية مش بس كده طلع نواب قال لك والله احنا نمنع تضطفق السلاح للسعودية وحتى قطع غيار ضخمة جدا حقيقة إن الكلام ده مش طالع فقط من أمريكان لا الغرب كمان مستق جدا من القرار بتاع أبو بلاصم بقى لحد ايه اللي حصل بالزبط وإيه الكواليس اللي طالعا من أمريكا تجاه السعودية ده اللي حنركز عليه النهاردة لإنه معنا تفاصيل مهمة جدا شان هو لك لازم أحكي لك القصة من الأول قبلو أكش في التفاصيل وقبلو أقول لك معنا إيه خليني أقول لك نحنا معنا راعي وهو جينز كار ساعات بتشوف ناس عربياتها تغيرت من جوه حيث كده نفس العربية من بره بس من جوه شكلها تغير تماما السر ده موجود عند جينز كار جينز كار عنده مكانة الوحيدة في مصر اللي بتعرف تفصل فرش العربيات بدقة متناهية بقول لك تاني المكانة الوحيدة اللي موجودة في مصر كلها مكانة غالية جدا مش موجودة عند أي حد هم دول اللي يعرفوا يغيروا لك عربيتك من جوه بشكل مختلف تماما يا جماعة الناس دي موجودة في سوق المصري من 1965 يعبالهم 50 سنة في سوق المصري الناس جمدين جدا وقت تفتكي ان هم محل أو حاجة اللي هلأت شركة كبيرة وشركة عالمية هسيب لك الرابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابب تخش تتواصل معاهم اللي للناس دول مش بس هيغير لك فرش عربيتك ده هيغير لك حياتك كلها لو عربيتك دي حصل لها upgrade بشكل مختلف خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل بقى بالزبط هي اللي بيحصل ان انبارح كان فيه اجتماع في فيينا لأوبك بلاس او منظمة أوبك بلاس هي المنظمة دي اتأسست في 2016 وعلى فكرة وبين مناسبة يعني ان المفروض انتهاء أوبك بلاس او اعادة مراجعة اعضاءها كان المفروض يتم السنة دي في ديسمبر السنة دي خلاص بسوضح كده ان اوبك بلاس هتكمل وهيفضل الاتحاد ده زي ما هو لان العلاقات زي الفول جيت قلت لحضرتك ان الاعلام والمحلين كلهم كانوا في اول الشهر بيتوقعوا ان اوبك بلاس تخفض الانتاج بتاعها خمسمائة الف برميل يوميا الى ان اول ما تم معرفة ان وزير الطاقة الروسي عليكساندر نوفاك هيحضر الاجتماع ده شخصيا العالم كله ابتدى يشعر ان القرار اللي طالع من اوبك بلاس اكتر من توقعات الخبراء مش خمسمائة الف برميل افدى خص فقالوا ايه قالوا على فكرة الكلام الزهر كده رايح على مليون برميل ليه لان اجتماعات اوبك بلاس اللي بتحصل في فيينا تملي بيروح نواب وزراء الطاقة اا مش كل وزراء الطاقة في كل الدول بتجتمع وزير الطاقة الروسي اللي هو الاكساندر نوفاك ده مش كل مرة بيحتراصل فمن سنتين اول مرة وزراء الطاقة من الثلاثة وعشرين عضو من ملظمة اوبك هيحضروا نفسوهم بشكل شخص يعني فلا علم كله قال لك لا ده الكلام بقى ايه ده على مليون برميل واقتر ده مش خمسمائة الف برميل ابدا والحقيقة ان كان فيه تخوف جدا من قرار بتاع اوبك بلاس للدليل ان الادارة الامريكية تدخلت بعنف وعلى فكرة ده اللي قالتو السيان ان الادارة الامريكية ضغطت قبل اجتماع اوبك بلاس على كل من السعودية والامارات وفتحوا معاهم خطوط اتصال قوية جدا وعوز اقولك ان كان فيه كلام واقعد عمله كده والعلاقات الامريكية السعودية والعلاقات الامريكية الاماراتية واقعد خطره بيها واحنا علفاقك واحنا الكلام ده كله لان الادارة الامريكية كانت شعر بالفعل ان الكلام على تخفيض يومي كبير الحقيقة ان وزير الطاقة السعودي اول ما وصل لاجتماعه ببلاس في فيينا فيه صحفية سألته وانا عاوزك توقف قدام الفيديو ده قالت له قالت له انت عايزين تخفضوا الانتاج وتخطروا بالعلاقات الامريكية السعودية هذا بحركة تشوف كده والظبط الحقيقة رد وزير الطاقة السعودي كان زريف جدا قالها النهاردة يوم مشمس وجميل وحيظل يوم مشمس وجميل هو اللاكت وعالفكرة هو رد نفس الرد ده على صحفي تاني برضو مرضيش يقول اي حاجة عن القرارات اوبيك بلاس ليه ان خلي بلك هو داخل الاجتماع ممكن اي عضو يعصلك ممكن حد يقوله لأ بلاش اتنين مليون خليها مليون ونص انت بتتكلم على تلاتة وعشرين عضو السعودية حتى لو كانت قوية جدا ومتحكمة جدا في المنظمة دي يا ظل ان انت بتتكلم مع دول منتجة للنفط قوية جدا يعني مش كل الدول هتسمع كلام السعودية بسهولة صح فانت بتتكلم على ان السعودية دخلت وفرضت كلمتها وقدرت تقنع جميع الاعضاء وخفضوا الانتاج اتنين مليون برميل يوميا الاتنين مليون برميل يوميا ده هيطلع خمسمائة الف من روسيا هتخفض الانتاج بتاعها في اليوم خمسمائة الف ومن السعودية برضو هتخفض الانتاج خمسمائة الف فانت عندك هنا الانتاج اليومي لمنظمة اوبيك نزل اتنين مليون برميل منهم مليون برميل فقط من روسيا والسعودية شفت ده عشان تعرف بس تأثير روسيا والسعودية قد ايه في منظمة اوبيك والاتنين بيعملوا مع بعض ازاي عشان كده بقولك ما تقلقش من حتة منظمة اوبيك هتكمل لو مش هتكمل اهم هتكملوا اوبيك بلس دي مكملوا لنهائي انا واقف بقى عند حاجة تانية خالص ان وزير الطاقة السعودي كان بيرد على صحفي الصحفي بيقوله يعني انتو دلوقتي عليتوا اسعار الطاقة وفيه دلوقتي ركود وفيه تضخم وحاجات زي كده والدول الفقيرة هتتأثر بالكلام ده وانتو برغم كده بتعلق اسعار الطاقة عشان توصل اسعار الطاقة لمية دولار للبرميل قالوا على فكرة انا هنا هستعين برد من مصرحية العادل امام اللي نقل الموضوع ده جريت العين الاماراتية ونقلها اكتر من صحيفة تانية بس انا هستعين بجريت العين الاماراتية قالوا ايه قالوا عادل امام كان بيقول في المصرحية بتاعته يا تنتن يا تنتن مشي ما في نسر اذا كان ما لا اثر فمعناتك كيف يأثر على التضخم يعني ما دري اذا كان من المناسبة اذكر مسرحية عادل ما مضال يا تنتن يا تنتن يعني ما في يا هذي يا هذي يا في اثر وي تراي تو ماجر يا ما في اثر صلى الله على محمد وهدين طيب انا هاعتبر ان وزير الطاقة السعودي بيهر بس صحيفة العين الاماراتية كان لها تفسير تاني كان بتقول ايه بتقول ان وزير الطاقة السعودي اخطأ كلمة يا تنتن يا تنتن دي ما كانتش موجودة في مصرحية العادل امام لا دي كانت موجودة في مصرحية المتزوجوه وكان بيقولها سمير جانم ليه جورج صدهم وبيقوله ايه قدامك حل ايه يتموت محروق يتموت مشنوق فلو انت كملت كلام مصرحية من سمير جانم هو وزير الطاقة السعودي بيقول لي مين يتموت محروق يتموت مشنوق مين هقولك مين هو قصده على جو بايدن ده لو تفسير العين الاماراتية بالزبط نفس كلام سمير جانم في مصرحية المتزوجون يبقى قصده على جو بايدن ليه لان خلي بالك اول مقرار اوبيك بلاس طلع او اقولك ان سينان كشفت ان الادارة امريكية انتبهى الزغط تاني انا هجب لك الراجل اللي قال كده عشان الناس اللي بتشكك في الموضوع هجبه لك فيديو محلل سينان بيقول الموزيع بيقوله على فكرة الادارة امريكية انتبهى الزغط الكرار ده جير طبيعي سينان امريكي ان تنزل وليس ليس ارمال او اصتر tried to stop this from happening اشتركوا في سينانين او شاكبر اول امريكي انتبه او أن اصدقل او بيقوله اشتركوا في الناس مقارنة التفضل حيث من الصدر لن أيضاً وراء أي شخص للغاية حقاً لتخطرنا ما أنتم معه ووافق عملنا نعم الوضع يدعى القيام بأن الصدر عليه الصدر هذا شيء يستطيع أن تقوم بذلك ويقوم ب فترةً بثر على عمل إيجاد على الجميع تقوم بالكلمات القليل وكلمات القليلات القليل، أساسي وليست قرل الوقت الذاتي لا تقوم بإستنهار ليست لكذا ك 요بيت اللبية قال كده أن كده أن الأب بلوس والمتحلت مع روسيا ماشي وانا جيت علاقة عن موضوع ده وان ده كلام خطير جدا ليه؟ كلام خطير بص هو كلام خطير لان خلي بالك الادارة الامريكية هتوقف السحب من الاحتياطي للستراتيجي الامريكي امتى ناية الشهر ده؟ فانت عندك ان السوق في نوفمبر وديسمبر معرض لارتفاعات كبيرة جدا في اسعار النفط خاصة في 5 ديسمبر لان الادارة الامريكية كتحذرت الاتحاد الوروبي وقيت له خلي بالك في 5 ديسمبر اسعار النفط هتشتعل بشكل كبير كل ده كانت تقديرات قبل قرار اوبيك بلاس لان محدش في العالم كان يتوقع ان اوبيك بلاس هتنزل الانتاج 2 مليون برميل فانت دلوقتي تكلم الادارة الامريكية هتوقف السحب من الاحتياطي للستراتيجي الاسعار كده كده كانت طالعة و اوبيك بلاس قمت جاية ضربة الادارة الامريكية في مقدر وضربة الغرب كله في مقدر خلاص بس خليك مع الادارة الامريكية شوية لان انا عاوز اقوليك المشهد مشي ازاي فلاحية ان اول مقرار ده طلع حصل كزا حاجة اولا اسعار البنزين عليت يعني انا حوري حولك فيديو طالع من ولاية نيفادا الامريكية بيقولك والله اسعار البنزين عليت رجع التاني لسبع دولار زي ما حراك هتشوف كده بصد على فكرة الفيديو ده لهو قديم ولا انا ضرب الفيديو ولا انا قلت الراجل يتكلم الكلام ده طالع من راجل وفيديو لسه نازل ماشي ايه مشكلة لما اسعار البنزين تعليه بص باسي في كزا مشكلة اولا نيوزويك النهاردة منزلها تقرير جديد بتقولك على فكرة نسب استطلاع للرأي للرئيس الامريكي متدنية ماشي يعني نسب قبول جو بايدن متدنية بتوازي نسب قبول دوند ترامب قبل ما يمشي بيت لابيو شوفوا المصيبة ديه على فكرة المقالة دي برضو لسه نازل يعني بتكلمكش عن مقالة قديمة دي لسه نازل نيوزويك بيتركز عن موضوع ده طب ليه بتركز عن موضوع ده بتقولك قال لي بالك اصل شكل كده الحزب الديموقراطي حيلبس في انتخابات التجديد النصفي القادمة طب ما يلبس قالك لا ده مش لابس عادية يعني احب نتكلمش على خسارة عادية للحزب الديموقراطي في انتخابات مجلس النواب احنا بنتكلم على فضيحة ليه لان نيسة باستطلاع الرأي دي اللي فيها جو بايدن بتعد مؤشر على ان الديموقراطيين هيحصلوهم فضيحة في انتخابات التجديد النصفي الفضيحة بتوازي مين او ممكن تشوف مثل زي مين زي بيل كلينتون في 1994 كان ناسة باستطلاع الرأي بتاعته او ناسة بتأييده نفس تأييد جو بايدن بالزبط الحزب الديموقراطي ساعتها يخسر 52 مقعد ايه رأيك بقى في انتخابات التجديد النصفي دي كانت اكبر فضيحة للحزب الديموقراطي في خسارة عدد المقعد وكان ساعتها بل كل انت اللي عنده فضيحة جنسية والكلام ده كله فالحزب الديموقراطي ليه بس فانت بتتكلم ان الحزب الديموقراطي هيخبط في فضيحة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر عشان جدا ببيت لابيض طلع منه تصريحات مبارح غير طبيعية عارف انا بس هقول لحضرتك كلمة كده عشان بيستعرف الدنيا بتنتكلم عليه عارف ان جو بايدن قال لوزارة الخارجية الامريكية قال لهم اللي حصل ده هيعتبر عمل عدائي من السعودية عمل عدائي بيعتبر ان السعودية حتعادي امريكا شفت ديه فده جو بايدن بس تصريح داخلي مش تصريح خارجي ده حاجة تاني حاجة انت عندك جون كيربي المتحدث باسم الامن القومي الامريكي طلع ال ايه هلي بقى لك الراجل ده على طول بيعلق على الحاجات العسكرية والتقدمات بتاع الجيش الاوكراني وكلام ده كل ملوش دعو بالاقتصاد ملوش دعو باوبيك ملوش دعو باي حاجة مبارح كان عنده لقاء في فاكس نيوز وقال على فكرة شكلنا كده يجب ان احنا ما نعتمدش على اوبيك بلاس يعني العالم بقى ما يعتمدش على 23 عضو بتاع اوبيك بلاس طب يعتمد على مين دول اكبر 23 دولة بينتجوا نفط وبيصدروا نفط هتعتمد على مين يعني موضوع غريب جدا بس واضح كده ان ادارة امريكا تقصرت جدا بقرار اوبيك بلاس مش هنا مشكلة المشكلة ان نواب في الحزب الديموقراطي شايفين خطورة على نفسهم يعني انت بتتكلم ان في نواب قالك احنا هنسقط ده السعودية اللي عملته فينا ده ما تعملش وخد لي بالا هم مش شايفين روسيا مش شايفين اي دولة تاني السعودية فطلع نائب اسم رو خانة رو خانة ده نائب ديمقراطي ونائب ميولو ممولة ماشي يعني الراجل ده بياخد فلوس وبيتضغط عليه من اللوبيز وعلى فكرة هو معروف كده معروف ان هو بياخد فلوس من اللوبيز وبيتضغط عليه وميولو موجهة وزي ما انت عاوز بس الراجل طلع قالك تصرحات جريبة جدا قالك ايه قالك على فكرة السعودية اللي عملته ده عدى الحدود ماشي وياجب بقى ان احنا نمنع شركة ريفيون اللي هي بتورد اسلاحة للسعودية نوقف التعامل بينها وبين السعودية مش بس كده شركة بوينج ما توردش قطع غيار للطائرات اللي عند السعودية سواء حربية او مدنية لا لا ما توردش برضو مش بس كده نحنا بنتكلم ان ياجب فرض عقوبات على السعودية اللي تم ده ده مش بيدول ان احنا حلفاء ابدا ده مش تعامل بين حليفين تماما انت بتتكلم نروح هنا مش شايف الموضوع ده وده اول نائب امريكي يطلع صرح للسيانان خبالك التصفحات بتاعته دي مش نازلة في اي حتة تانية في السيانان قالك احنا يجب ان نعاقب السعودية مش بس كده واشنطن بوست او جديدة واشنطن بوست تكشف لك رد فعل من نائب ديموقراطي اخر وهو توم ميلونسكي توم ميلونسكي تلعال ايه قال على فكرة يجب ان احنا نحط تشريع في مجلس النواب نعاقب بيه السعودية فانت عندك الرئيس الامريكي بيصف اللي تم ده بينه وبين اعوانه ان ده عمل عدائي تاني حاجة نواب في الكونجرس بيدعو الفرض عقوبات على السعودية لان انت بتتكلم ان السعودية اخدت قرار باسقاط الرئيس الامريكي او ده اللي شايفين الامريكان واسقاط حزبه كمان في حاجة بس اعاوز اقول له حراكة عليها الرئيس الامريكي ده عاوز يعلن ترشحه لانتخابات عشرين وعشرين واللي بيحصل على حسب جديد اتلانتك ان انتخابات تجديد النصف دي اعتبرها انتخابات رئاسية مش انتخابات لتجديد مجلس النواب وانت انا مش تتكلم ان الحزب الجمهوري حيسيطر على مجلس النواب انت بتتكلم على اسقاط جو بايدن او ان جو بايدن يكمل في الحب ويرشح نفسه لانتخابات جديدة كلام خطير السعودية ضربت الامريكان او الادارة امريكية في مقتر طب هل ده قصد من السعودية بص السعوديين شايفين مصلحتهم اولا صحيح انا اعتبر القرار اللي اتاخد ده هو اكتر قرار جريء سعودي تجاه الامريكا انا مشوفتش قرارات قبل كده بطلع اتجاه الامريكا بالقصوة دي في الالفنات على قبل بتتكلم في السبعينات السعودية قطعت البترول ده عمل لحرب اكتوبر واخواتنا ووقفوا جنبنا وكلام ده كله بس انا بتكلم في الالفنات او في القرن اللي احنا فيه ده ما حصلش ان السعودية خذ قرار عدائي كده او قرار جريء كده تجاه الادارة امريكاية ماشي وكل العالم مش مصدق القرار مش مصدق يعني ايه روسيا تطلب تخفيض الانتاج مليون برميل السعودية تقول لها لا اتنين مليون برميل مخفضة ده حاجة تانية حاجة لو جيت تبص على التحاد الورقي التحاد الورقي بيصوت ليه؟ لان خد بالك هي مش مشكلة زي ما قلت الحلاج في الفيديو اللي فات انهم كانوا عاوزين يحطوا سقف لاسعار البترول الروسي وانت ملعت حاجة زي كده ولا ان امريكا كاب بتحاول تلتف على اعوان بوتين اللي هي الهند والصين وتحاول تستملهم فانت كده قطعت الطريقة عليهم لا المشكلة ان انت ضربت الحكومات الاوروبية في مقتل ليه؟ لان لما اسعار النفط ترتفع بالشكل ده انت بتتكلم ان من ساعة القرار ما تاخد اسعار النفط دلوقتي بتتكلم في 94 دولار دخل عامية وعفكرة التقديلات كلها هم بيتكلموا في 120 دولار يعني هتوصل لمية وعشرين او مية وعشر دي تقديل الخبراء وهي مسألة ايه ايام وتلاقي برميل النفط وصل لمية وعشرين او مية وعشر مش هنا مشكلة مشكلة ان اسعار النفط لما ترتفع اوروبا بتعتمد ع الغاز طيب هو فيه غاز اصلا عند اوروبا اوروبا كده هتحط سقف لاسعار البترول الروسي ومتخوفة جدا ان ده يأثر ع سعر الغاز فتخيل بقى ننجر وضع سقف للبترول الروسي او وضع سقف سعر للبترول الروسي انت بتتكلم من الاتحاد الاوروبي لبس ان هو مضطر ان هو يعتمد ع الغاز اكتر واسعار الجاز هترتفع اكتر فحتى مع سعي الاتحاد الاوروبي في ايجاد بديل للغاز الروسي خليت البديل ده جالي جدا عليه فانت بتضرب الحكومات الاوروبية في مقتل ضربت الاضغارة الامريكية وضربت الاتحاد الاوروبي ووزير الطاقة السعودي بيقول لك الاتنين يختاروا بقى يشنقوا نفسهم او يموتوا نفسهم محروقين يعني ينتحروا احنا بالنجدة او احنا شايفين مصلحاتنا ماشي ازاي وحتة دي انا واعرف عندها ليه لان بالفعل السعودية شايفة مصلحاتها بصل اقولك فيه مجلة منزلة تقرير تقولك ايه تقولك اوبيك بلس مش شايفة بايدن اصلا يعني كون الادارة امريكية تسعى للتأثير على دول اوبيك خاصة السعودية والامارات وتفشل لان هم على فكرة وما كانوا عارفين القرار او متوقعينه ان هو قرار بخفض انتاج كبير فتخيل انت لما الادارة امريكية تبقى شعرة ان القرح يبقى ضخم وكبير ايه كمية الضغط اللي مرسته الادارة امريكية تجاه السعودية والامارات للتجنب القرار الكبير ده اكيد اكيد جابوا اخرهم في الضغط ده احنا حنعمل ونسوي ده العلاقات الامريكية السعودية العلاقات الامريكية الاماراتية اسمعونا ده احنا معاكم مجابش الكلام ده فالقرار اللي طلع ده جي بعد ضغط أمريكي وبرغم كده السعودية عملت لها عزاء وبرغم كده روسيا نفزت لها عزاء فلازم توقف عند الحيطة دي بس تخيل أو استعد إن الأيام الجاية هيطلع تصريحات عدائية من الجانب الأمريكي تجاه السعودية خب بالك من الحيطة دي وهيبتدوا يبصوا لأي حاجة غلط بتحصل في أمريكا يحملوا السعودية السبب وليه لعدة السعودية أعوز أقولك إن روح هنا ده اللي هو النائب الممول اللي هو من أصول هندية ده طلع قال إيه قال حنفتح ملفات حول الإنسان تاني بتاعت السعودية افتحوا لنا بقى ملفات تاني الكلام ده خطير العلاقات السعودية الأمريكية يجب إنها تعدي في فترة قادمة بس خد بالك إنها هيبقى في تأثير ضخم جدا وفي تقلبات في العلاقة السعودية الأمريكية هنشوف الدنيا يتمشي إزاي أنا شايف إن القرار ده كان أضرق القرارات اللي خدتها السعودية تجاه أمريكا وهنشوف تأثيره عامل إزاي في الداخل الأمريكي يا رب أكون شاحت الحدول لكي ما أضع بشكل مبسط ويا رب ننسل مصر ويا رب ننسل السعودية ويا رب ننسل العرب يا رب طح يا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين